وخلال احتفالية اتحاد القبائل العربية واللي حضرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض فيلم قصير اتكلم عن سيناء وعن تطهرها من الارهابيين وكمان ايضا تناول مسيرة لسيدة مجاهدة ومناضلة من سيناء وهي السيدة فرحانة اللي حفرت اسمها في التاريخ بجانب سيدات عظيمات اخريات وعظماء ايضا من اهالي سيناء اللي تولوا عملية جمع المعلومات وتتبع خطوات العدو ومراقبته اثناء حرب السنوات السيدة مش بس مراقبته ومش بس تتبع خطوات العدو لا لا كمان كان في عمليات فدائية قام بيها المصريين والمصريات ضد العدو في ارض سيناء الحبيبة بداية من الانطارة شرق والغاية رفع تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للحجة فرحانة في الاحتفال بالذكرى الواحد وخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة شيء يسعدنا كلنا ويفرحنا كلنا خلينا انتبه كل قبائل سيناء أبطال سيناء من فضل الله كلها أبطال هونا ليشرفكم ونوعد منهم كل قبائل سيناء اشتركت في مقاومة هو الشر تكاتب هذا بين قبائل سيناء والقوات المسلحة من قديم الزمان هي واضرة الأساسي كان بتوصيل المعلومات السرية اللي بتاخدها من المجاهدين وتنقلها للقوات المسلحة تخبيها في هدومها وباتطرز عليها بالقبل بنفتقدها ان بتقعد بالشهرين بالثلاثة ما منشوفهاش سوابها رجليها كانت سود سود من المشي على الرمال وهي سخنة كانت بتعيمة تجلط في الدم سيناء كلها الطار وأنا واحدا منهم أنا كان سني في الوقت دوان 13 سنة وبدأنا الحكاية انهم كانوا عاوزين يصوروا مكان عشان مصر كانت عاوزة تضرب المكان دوان فطلع لي حاجة كده زي الكاميرا بس يقال لي خلي بالك الموضة دان ولا حد يعرف عنه حيبا فيها موت في الأول أبوي قال له آه ولا فيش عندنا مشكلة لو العيال كلهم احنا كلنا فدى الوطن أنا والدي كان من المجاهدين واحنا جنبا إلى جنب العقوات المسلحة عارفين كل شبري في الأرض دي إحنا لما بنلاقي المجموعة ماشية وعناصر تكفيرية بنفضل ماشين لما بنطلع عمزال فران جمل شيء ثمين بالنسبة للإبن البادي والإبل كان زمان مستغل من خلال نقل المؤدات العسكرية سبقات الهتنج سالة واضحة وصريحة للعالم كله إن سينة ومصر خالية من أي إرهاب حيث تتسابق الغصائر الله بس ما مرحبا فيها اليوم أمن وأمانه زي ما أنتم شايفين تقام السبقات وتقام الأفراح والناس في فرح وصرور موسيقى الكلام كلام الناس وكلام الشارع إن السيسي عمل طفرة في سينة خاصة في مشروعات تنموية أقيمت وكانت سينة محتجاها من بدري موسيقى موسيقى